تهديدات حوثية وخيبة أمل أممية حيث وضعت ميليشيا الحوثي اشتراطات جديدة لتنفيذ خطة عدة الانتشار بالحديدة ووفق مصادر سياسية للشرق الأوسط فإن زعيم الميليشيا اشترط على المبعوث الوممي ماتنغريفث فتح مطار صنعاء وتسهيل بيع النفط المخزون في راس عيسى وبقاء القرارين المالي والإداري في الحديدة بيد ميليشيا الحوثي أدت تلك الاشتراطات الحوثية إلى تخوف دولي من فشل المبعوث الوممي خصوصا بعد صدور تهديدات من قبل ميليشيا الحوثي حيث توعد القيادي في الميليشيا مهد المشاط باتخاذ خيارات مؤلمة منها عدم السماح المبعوث الوممي وموظفي الومم المتحدة بالوصول إلى صنعاء وتفجير الخزان النفطي العائم في راس عيسى وهو ما فسر من قبل مراقبين بنية الحوثي إحداث أزمة في الملاحة الدولية لكن محللين يرون أن تلك التهديدات تأتي ضمن سياسة الحوثي في تضييع الوقت والتهرب من تنفيذ اتفاق سوكهولم المبرم في الثالث عشر من ديسمبر الماضي والذي بموجبه أعلنت هدنة في الثامن عشر من نفس الشهر ولم تفلح كل الضغوطات في إقناع الحوثي بتنفيذ خطة الانتشار حيث ظل منذ ذلك الوقت يمارس الكثير من الخروقات العسكرية والإنسانية والتي تسببت بمقتل العديد من المدنيين ومع ذلك فإن الوقائع تؤكد على أن ميليشيا الحوثي مستمرة في خروقاتها بينما تكتفي الحكومة ومعها التحالف في إصدار تهديدات باستخدام القوة العسكرية وبين تلك التهديدات المتبادلة تتسع خارطة الأزمة الإنسانية في اليمن بلا أفق واضح لحلها